أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع سيد تيموثي ليندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيد تيموثي مرحبا بك معي على شاشة العربية تزورونا منطقة الخليج هذه الأيام لأي غرض وما ستلتقون أيضا من دواعي سروري شكرا لاستضافتي كما تعلمون أن زيارة هذه المرة تأتي من قبيل المشاركة المستمرة وطرح الأولويات التي ترمي لنزع فتيل الصراع في اليمن وهذا ما قررته إدارة بايدن وكنت قد أجريت عدة زيارات إلى الخليج وسوف أمضي قدما للتوصل إلى قرار لنزع فتيل الأزمة أعتقد أنه كان هناك تغييرات إيجابية قد حدثت في على مر السنة الماضية من قبيل الهدنة وتخفيض التوتر الذي ساد عبر الحدود والعمليات الهجومية وهي المرة الأولى خلال الصراع كما تعلمون وكنا قد سمرينا بطريقة مسمرة في هذه جهودنا وعادة فتح مطار صنعاء للطيران التجاري فضلا عن الأخبار الطيبة الأخيرة التي تتعلق بالكارثة البيئية بسبب ناقلة صافر النفطية لذا هناك الكثير من النقاط التي يمكن الإشارة إليها لكن هناك أشياء يجب فعلها من الوضع الحالي للانتقال إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حوار وهذا سوف يكون هو محور تركيزي يوم الغد وسوف نستمر في انخراطنا مع القيادة اليمنية والقيادة في الإمارات والأمم المتحدة بطبيعة الحال زيادتكم تأتي بعد أيام من تحذير قيادات حوثية وتهديدات مباشرة تجاه البحرية الأمريكية في البحر الأحمر بأنهم سيهاجمونها هل تأخذون هذه التهديدات سيتموثي بجدية؟ وكيف ستتعاملوا معها؟ أننا نجد أن هذه التهديدات غير مقبولة بكل صراحة وأنها خارجة عن النطاق الحالي وخاصة في سياق التطور هذا وقت الحوار وليس وقت قيام أي طرف بتهديد الأطراف الأخرى لا بد من العمل سويا لتخفيض التصعيد رغم التغييرات الإيجابية التي تحدثت عنها هناك أعداد كبيرة من اليمنيين يعانون ولم يتلمسون المزايا التي نتجت عن الهدنة وأنه لزام على اللعبين الدوليين أن يستمروا بدعمهم الحوار اليمني لذا هناك جملة من الخضايا التي لا تزال موضع التحدي وسوف أطلب من الحوثين أن يمتنعوا عن هذه اللغة التي لا تعد مفضية إلى أي حوار في الفترة الحالية تقولون بأن هذا وقت الحوار زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قبل أيام قال لن نعطي الوساطة فرصة أخرى في إشارة إلى الترويح العسكري كما يقرأه بعض المراقبين للمشهد اليمني هذا سيؤثر هذا على جهودكم على الجهود الأممية أيضا كذلك في مسألة الوساطة محاولة إيجاد حل شمولي للأزمة السياسية في اليمن التصريحات السياسية قد تكون مهمة فهي تعكس طريقة التفكير في هذه الفترة التي نعيشها لكن أي عمليات استفزازا قد تكون خارج الإطار الذي يتطلع إليه شعب اليمني شعب اليمني لديه الصوت الأساسي في كل هذه الجهود وكانوا قد رأوا فرصة مؤاتية التي يمكن العمل عليها بصورة مؤكدة ولذا لا بد من تركيز الجهود على هذه الفرصة والاستفادة من الخطوات الإيجابية التي تم إنجازها والاستمرار بالعمل للتوصل إلى قرار يمكن خلاله وقف إطلاق النار بصورة دائمة وتوصل إلى حوار بين اليمنين هذا ما يجب على الجميع أن يركز عليه يجب علينا أن نركز عليه وكذلك الولايات المتحدة تركز عليه بالحديث عن الحوثيين يستكمل حتى سؤالنا السابق كيف تقيمون إصرار الحوثيين على إبقاء المختطفين والاستمرار على إبقاء المختطفين من موظفية السفر الأمريكية واستمرار أيضا كذلك رفض الإفراج عنهم لأي مدى هذا قد يعقد المشهد أكثر هؤلاء مواطنون يمنيون وما من عذر لمثل تلك المعاملات من قبل مجموعة يمنية إذا أقرانهم اليمنيين هذا سوف يبعث حالة من التوتر بين هؤلاء الأبرياء الأفراد ونطالب بإطلاقهم بصورة غير مشروطة قد تم إطلاق صراح بعدهم على مر الوقت وكان هناك ضغوط دولية ليس فقط من جانب الولايات المتحدة بل الأسرة الدولية وترى بأن هذا التصرف وسلوكيات قد يكون مخالفا للأعراف الدبلوماسية وأمل أن نتخطى هذا الأمر ويتم إطلاق صراح سجناء وقد تم إجراء مكالمة هاتفية مع أفراد أسرة سجناء كانت إيجابية ما من عذر لإحتجازهم لا يمكن لأب أو لطفل أن لا يرى أباها أو أحدهم قد قضى نحبه في السجون إننا نتحدث عن يمنيين مواطنين يمنيين هنا وهم مواطنون من هذه البلد لا يوجد أي مبرر لإحتجازهم أنتقل إلى محور آخر وهو خزان صافر الذي تم إفراغه الأسبوع الماضي ماذا بعد إفراغ هذا الخزان النفطي هل زال الخطر في البحر الأحمر بتقييمكم وما هو مصير ناقلة النفط البديلة لخزان صافر من سيسيطر عليها أولا أعتقد أن هذا إنجاز عظيم فالأسرة الدولية قد اجتمعت وتوحدت مع الأطراف اليمنية كان هذا الأمر لا يمكن أن يحقق دون أن يكون هناك اتفاق بين أطراف الصراع وهنا أود أن أتقدم بالشكر للدعم الذي حضينا به من قبل الحكومة اليمنية وهذا سوف يزيل الكارثة البيئية فأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط التي كان يمكن أن تنسكب في مياه البحر ولكن تم جمع الأموال وتم تقديم الدعم المطلوب العملية قد تمت بصورة ناجحة وسالسة وكانت عملية محفوفة بالمخاطر وأننا نحيي الفريق الفني الذي قام بإنجاز تلك المهمة بطريقة تنم عن الاحترافية لكن هناك لا تزال 1.1 مليون برميل من النفط على متن سفينة يجب أن يتم تأمينها ولابد من العمل على احتجاز صافر بحيث يمكن الاستمرار بالعمل ولابد من وجود مكان لتخزين هذا النفط على متن النقل الجديد بحيث يمكن استخدام النفط بطريقة مؤاتية لا تزال هناك حاجة إلى ما يصل 22 مليون دولار من الأسرة الدولية التي يجب تقديمها لإنجاز العملية لم نبلغ هدفنا بعد لكن هناك تقدم قد أحرز ولابد من السماحي باستمرار هذا العمل من خلال تأمين التمويل المطلوب هل زال الخطر تماما عن البحر الأحمر تحدث عن الأخطار البيئية أعتقد حقيقة الأمر أن النفط قد تمت إزالته من الناقلة النفطية السابقة فقد زال الخطر مع ذلك وتذكروا أن هناك عدد بأن كانت تنسكب هذه الكميات من النفط وسوف تدمر الثر والسمكية بالإضافة إلى كافة الثروات البحرية في تلك المنطقة من الخليج وسوف تدخل أيضا مع مسألة الملاحة البحرية وسوف يؤثر أيضا على الأسرة الدولية ليس فقط اليمن هذا أمر عظيم لكن لا يزالوا بانتظارنا عمل دؤوب لا بد لنا من التركيز على إنجاز هذه العملية حتى النهاية طيب ناقلة النفط الجديدة الآن تخزن أكثر من مليون برميل نفط 1.1 كما ذكرت قبل قليل سأتكي قبل قليل عن مصير هذه الناقلة من سيسيطر عليها أيضا؟ هل هناك صيغة توافقية أو اتفاق حول مصير هذه الناقلة والنفط الذي على ظهرها؟ لا بد من وجود اتفاق بين الأطراف مرة أخرى لتحديد ما الذي سوف يحدث بهذا النفط نعتقد أن الأسرة الدولية والأمم المتحدة التي كانت قد ترأست جهود هذه العملية والتي نقدم لها الشكر العميق لعدم انسكاب هذه الكميات النفطية يجب أن تعود هذه الكميات من النفط إلى الشعب اليمني وليس لمصلحة طرف على حساب الطرف الآخر لا بد من التفاوض على هذا الأمر بموجب توجيهات من الأمم المتحدة لكن لا بد لليمن أن يكون قادرا على تصدير النفط وأن يكون له قدرة على امتلاك النفط الغاز الطبيعي وعندما نتحدث عن حلول مستدامة في اليمن لا بد لنا أن نعمل على أحياء الاقتصاد اليمني لأنه مع مضي عملية السلم قدما لا بد من أحياء الاقتصاد اليمني والاعتماد على الموارد اليمني أحياء برئيس اليمني رئيس مجلس القيادة دكتور رشاد العليمي ما الذي جرأ في هذا الاجتماع؟ كيف يمكن تقييمة أيضا من قبلكم؟ أجرينا اجتماعا رائعا وستطعت أنا وبحضور السفراء أن نعزز ونؤكد على التزامنا بدعم مجلس الرئاسي وأننا مستعدون لنرحب سيد العليمي في الجمعية العامة في شهر سبتمبر ونعتقد أن وحدة هذا المجلس قد تكون أساسية للمضي قدما وسوف تمنحنا القدرة على تقديم طريقة ورسم ملامح إيجابية للشعب اليمني هذا ما يتوقعه الشعب اليمني من قيادته لذا هذا الدعم الذي تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة والولايات المتحدة كان ضروريا والدعم المالي الذي رأيناه من السعودية وموضع ترحيب كبير كان له السبب الأكبر في استمرار المجلس قدما نحو الأمام أخيرا ما هي محطتكم الثاني بعد الرياض؟ من هنا سوف نتوجه إلى موسقط وسوف تكون لنا فرصة للتحدث مع العمنيين الذين لعبوا دورا كبيرا في كافة هذه الجهود إذا ما كنا لنحظى باتفاق سلم في اليمني فلا بد للأطراف في المنطقة أن تكون معنية وهذا جزء من جهودنا أن نطرح على الطاولة قدرة الدول في المنطقة أن تعمل على كافة هذه المبادئ لتحقيق كل تلك التطوعة أنني سعيد للعودة للمنطقة وأعتقد أننا يمكننا أن نحقق تقدما كبيرا ونحن سعيدون بوجودك معنا هنا كان معي هنا في السيديو السيد تيموثي ليندر كينغ المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر